موسيقى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة أخرى من الوجه الآخر تأتيكم من مركز إسلام أصيل في قوم المقدسة أهلا ومرحبا بكم الثورة الحسينية بالمنظار الزمني لم يتجاوز أمدها 32 يوما من الثامن لذي الحجة سنة 60 للهجرة حتى العاشر من المحرم سنة 61 هجرية وحسب أهم المصادر فإن المعركة لم تتجاوز بكل تفاصيلها ساعات معدودة فما الذي أبقاها إلى اليوم الإجابة بسيطة وهي جهاد التبيين الذي أسست له عقيلة البيت الحاشمي بطلة كربلاء زينب بنت علي عليهم السلام والذي استمر حتى اليوم من خلال مجالس عاشراء وإحياء المصاب الحسيني لكن في تحليل أدق هل استطعنا من خلال الثورة الحسينية أن ننقل مفاهيمها ومضامينها إلى واقعنا الإسلامي بالمعنى العام سأترك الإجابة على ذلك إلى خبراء البرنامج حفظهم الله لكن هنا السؤال لماذا لا زلنا في نهاية ركب الحضارة لماذا لا يزال يزيديو العصر يمسكون بتلابيب السلطة عالميا ولا يزال من يطبلون لهؤلاء اليزيديين في مجتمعاتنا كثيرون وهم يحملون شارة مثقف أحيانا الحقيقة لا يزال جهاد التبيين حاجة وسيبقى حاجة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لأن الصراع لم ينته ولا يزال الحسين يقتل في كل يوم مرة بسيف الغدر و أخرى بسيف الخرافة تابعونا بعد التقرير جهاد التبيين ربما يكون مصطلحا حديثا في الأفق الشرعي من حيث تسميته فما هو المعنى الحقيقي لهذه التسمية وهل هو فرض عين أم كفائي تقوم به ثلة من المؤمنين وتكون الأمة قد أدت دورها في هذا الجهاد وبمعنى أدق هل هذا الجهاد التبييني مختصر على الحوزة العلمية أو فئة معينة من المجتمع؟ وهل هناك ضرورة مشاركة الجميع في جهاد التبيين؟ وإذا كانت هناك ضرورة فما هي؟ فهل هي نتيجة الظروف التي نعيشها كالغزو الثقافي والتحديات الفكرية وتزوير المفاهيم الدينية؟ وهل يستطيع أي مكلف القيام بمثل هذه المهمة مع الأخذ بنظر الاعتبار اختلاف مستويات الأفراد في المجتمع؟ وهل لهذا الجهاد جهاد الكلمة واللسان والبيان والقلم تحت ظل الشبهات الموجهة للدين الحنيف من منزلة عند الله تعالى وفق ما جاءت به الآيات البينات؟ وما هي الأساليب الفنية الواجب توافرها كي يقوم المجتمع بهذه المهمة؟ وهل للشباب دور في هذا الأمر؟ وهل يتناغم هذا الجهاد مع جهاد المقاومين في ميادين المنازلة مع أعداء الله ورسوله والدين؟ وإذا أردنا أن نستغل شهر المحرم وذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام نسأل ماذا كان دور العقيلة زينب عليها السلام في جهاد التبيين بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام؟ مشاهدين الكرام أحييكم مرة أخرى وأحيي ضيوفي في هذه الحلقة معي في الساوديو سماحة الشيخ الدكتور محمد علي ميرزائي رئيس مركز المصطفى للدراسات الفكرية أهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ بارك الله فيك يضيك العافية أهلا وسهلا وأيضا أعزاء المشاهدين عبر سكايد معي سماحة السيد عدنان الجنيد باحث ومفكر إسلامي من اليمن أهلا ومرحبا بسماحة السيد عدنان الجنيد طبعا يضيك العافية شكرا لك ومن المغرب معي الدكتور إدريس هاني باحث ومفكر إسلامي أهلا ومرحبا بالدكتور إدريس أهلا تحية لك يعطيك العافية أهلا ومرحبا بك دكتور ميرزائي أبدأ معك نحن الآن أمام أكثر من مصطلح ولربما المصطلح المهم الذي نحتاج ولو على نحو الفتوى أن نعرفه هو مصطلح جهاد التبيين يعني ما المقصود بجهاد التبيين هل هو ممارسة جديدة أم أننا نمارسه لكن لربما بعناوين ومصطلحات أخرى نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لا تزال الأيام الحسينية طازجة وجديدة لذلك نجدد التعزية بهذه المناسبة المؤلمة للأمة الإسلامية وفي الحقيقة هذه المناسبة هي نفسها ضحية عجز المسلمين في التبيين وليس عجزهم العسكري يعني ليس السبب الأساس في هذا التناسي ولا أقول النسيان إلا إدراك ووعي السلطة الجائرة في كل مكان في العالم بأن هؤلاء يمكن أن نختاعهم بتبيين مغلوط خاطئ لذلك أصلا هذه المناسبة هي مناسبة ترتبط بشكل واضح بهذا المفهوم الموضوع الثاني هو مسألة السيدة زينب عليها سلام الله من الظلم الكبير أن نتحدث عن مسألة التبيين وننسى أن بطلة التبيين في التاريخ هي عقيلة بني هاشم سيدة زينب الكبرى سلام الله عليها في الواقع إنها المعلمة والملهمة الكبرى والعظمى في التاريخ الإسلامي في مسألة التبيين لذلك أنا لو سمحت لي أن أبدأ بمسألة التبيين الزينبي في هذا الظرف الأساسي لماذا أقول بأنها بطلة التبيين للحقيقة لأن التبيين أستاذ علاء يحتاج إلى أهليات علمية في الوعي والبصيرة لأن الكثير من المسلمين المدعين بأنهم يمثلون رموزا أحيانا يمثلون نخب يمثلون مفكرين هم لا يملكون الأهليات العقلية والعلمية أو أهلية البصيرة البصيرة خصوصيتها أنها جامعة وشاملة ورؤية بانورمائية كلية إلى الحقيقة وليست صاحب هذه البصيرة يغرق في الجزئيات وينسى الإطارة الشغولي للحقيقة الأهليات العلمية ثم إذا 90% ممن يدعي الحقيقة هم لا يملكونها إذن هكذا نقول جهاد التبيين يقوم على دعامتين الأولى الفهم بالزباد والأخرى تفعيل هذا الفهم السلوك بمعنى أنك تتخذ موقفا أو تعلن موقفا أو تشرح موقفا على أساس الفهم الحقيقي الذي وصلت إليه ولكن الأهلية العلمية هذا في المرحلة الأولى وهنا يسقط الغالبية يسقط الغالبية لماذا؟ لأن الغالبية خاضعة للروايات الزائفة للحقيقة الإسلامية التاريخية والمعاصرة هنا يسقط الأغلبية وأما الجزء الثاني والأهلية الأهم مولانا وأحبائنا المشاهدين مسألة الأهلية الأخلاقية التي تجعلك قادرا شجاعا ومتمكنا من قول الحق الذي تعرفه وهنا يسقط الباقون يعني السيدة الزينب صلى الله عليه وسلم ليست فقط هي كانت معلمة في الحقيقة بلا معلم وفاهمة بلا مفهم هي كانت تملك الحقائق الإسلامية من أبيها ومن أخيها ومن آل البيت ومن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت تمتلك الأهليات الأخلاقية والروحية والنفسية التي جعلتها قادرة على قول الحق إذن اليوم لا نستطيع أن نقول كل العلماء والمفكرين والنخب في الرياض وفي طهران وفي بغداد وفي كل مكان لا يعرفون الحقيقة يعرف الكثير منهم الحقائق اليوم وحقائق الأمس ولكن ما الذي يجعل هؤلاء في الصمت عما يجري في اليمن وفي فلسطين وفي كل مكان فقدان الشرط الثاني فقدان الأهلية الأخلاقية التي تجعلهم بالفعل يعجزون عن قول الحقيقة إذن أتبين أهليات علمية سنتحدث عنها إن شاء الله وأهليات أخلاقية هي التي تجعل من سيدة زينب بطلة التبين في التاريخ الإسلامي طيب هذا التبين الذي أشرت إليه وهذه الأهليتين التي أشرت إليها هناك بعض الحقائق لا تحتاج إلى كثير من العلم لفهمها لربما هناك أمثلة كثيرة في تاريخنا الإسلامي تشير إلى فهم حقائق أكثر تعقيدا من لربما واقعة كربلاء لكن هذا الرجل البدوي الإعرابي يستطيع أن يستدل عليها من خلال مفاهيمه ومن خلال فهمه الخاص في قضية كربلاء لم يكن الفهم معقدا ولكن عقدوه دكتور شوف لك ما الذي حصل هذا صحيح إن لم يكن هناك جيش من الوضاعين للرواية الأقدس الدينية أن ينسبوا إلى الرسول أن ينسبوا إلى الصحابة أن ينسبوا إلى الإسلام أقوال هنا الناس يضيعون وإلا ماذا يعني أن يسأل الناس هل كان علي يصلي حتى يقتل في المسجل؟ هذا في الشام هذا في الشام حتى في كربلاء مولانا في كربلاء جهاز الأمويين كان قويا جدا أنا لا أتحدث عن الأسباب التي دفعت بأهل الكوفة مثلا إلى التقعص هذا موضوع آخر تاريخيا لكن بالعموم إن أصبحت السلطة بيد صاحب الرواية الظالمة يعرف صاحب هذه السلطة كيف يغير هذه الحقائق البديهية إلى ما يشك الناس فيها هل تعتقد أن جيش يزيد جيش عمر بن سعد في كربلاء كان يجهل الحقيقة؟ لا ولكن كانوا يستطيعون أن يشوهوا هذه الحقيقة كانت الحقيقة يتم تشويهها الموقف يختلف عن الفهم الآن على مستوى الفهم على مستوى الأهلية العلمية هل كانوا على علم بمن يقاتلون أم لم يكنوا على علم بمن يقاتلون؟ أنا باعتقادي بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام وبعد ما جاء معاوية يعني عشر سنوات تقريبا قبل استشهاد الإمام الحسين عليه السلام هذه الفترة الطويلة نسبيا تم تغيير عشرين سنة تقريبا عشرين سنة عقدين تم تشويه وتخريب الواضحات من الحقائق الإسلامية وتم ضرب أركان هذا لماذا؟ ببساطة لأن المرجعية المعصومة للتبيين كانت مرجعية أهل البيت صلى الله عليه هذه المرجعية تم ضربها وتم تحيدها عن الموازين فأصبح المعيار في صحة نسبة شيء إلى الإسلام معائر أخرى وليست هذه الحلقة تسمح لندخل في هذه التفاصيل يعني دخلت مرجعيات أخرى مرجعيات أخرى هي غلبت أصلا وتم طمس على المرجعية الحقيقية يعني غيروا الميزان في الحقيقة طبعا السيدة زينب صلى الله عليه وقضية كربلا هي أتت أصلا لإصلاح هذا الفساد في التبيين يعني الفلسفة الكبرى للحدث الكربلائي العسكري وللحدث الزينبي الناعم الفكري التبييني كان هذا الحدث بكل القسمين وبكل الرسالتين أتى وألغى فعالية كل المخطط للرواية الزائفة عن الإسلام هذا الذي جرى بالتحديد نعم أعزائي المشاهدين أنتقل إلى المغرب إلى الدكتور إدريس هاني أحييك مرة أخرى دكتور إدريس وأبدأ من هذه من هو المخاطب في جهاد التبيين الزينبي برأيك هل هم يعني من كانوا ضمن الحدث في تلك الفترة أم كان هناك خطاب أوسع من المرحلة والزمن تحية عبدالجوركم شكرا لكم السلام عليك يا عبدالله وحل التي حلت بفنائك لك مني سلام الله أبدا ما بقيته وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بناء على ما تفضل به سماحة شيء بالفعل الإمام الحسين حشر في موقع بحيث كانوا يعتقدون ويضربون حسابا ما أنها ستكون حدثا عابرا هم أرادوا أن يحشروه ويبعدوه من العالم ويقوموا بالجريمة النكراء بعيدا عن أعين الناس ولكن الحدث كان كبيرا جدا وهذا من غبائهم التاريخي أيضا يجب أن يعني رغم أنهم خططوا لذلك لكن كان من غبائهم أن الحسين الذي استطاعوا أن يحاصروه مكانيا ويتغلبون عليه جسديا لم يستطعوا أن يتغلبوا عليه معنويا لأن القيمة قيمة الشهادة التي لم يكنوا يضربون لها أي حساب وقيمة الشهادة التي علمهم إياها محمد وبني هذه القيمة هي التي تخلد في التاريخ وتخلد معها يخلد معها نصق كبير من القيم فلما قامت السيدة زينب وقامت في وقت وظرف محدد وهذا ما يؤكد على أن بني هاشم لم يكن في حالة من الفوضة أنتم تعلمون أن الحمام الحسين الذي فجر هذه الثورة العظيمة في أيام أخيه الحسن لم يكن يعني يتجاوز ما هو مرسوم له وما هو موصر به ولكن حينما يحدث الحدث ستجد الحسين وحينما يحدث الحدث ستجد زينب أيضا فحينما أطبقوا على الحدث وأخفوه وحينما أرادوا أيضا أن يستهتروا تصور أن الاستهتار بأهل البيت كان حتى بعد مقتل الإمام الحسين محاولات لسبي نساء بنات النبي وهنا قامت زينب وقامت بدور لبوة بن هاشم التي دافعت أولا عن الإمام علي بن الحسين الإمام السجاد الذي كان تحت وقع مرض شديد جدا وكان يزيد وزمرته يسخرون ويزيد تحديدا وهو ينكث بيد ينكث الرأس الشريف ويمسك أبا قيس قرده الذي كان يلاعبه باليد الأخرى وكان يستخف بأهل البيت ولذلك كان لسيد خطبتين عظيمتين لا تفترق عن خطبة الظهراء أيضا فهؤلاء بنها شمؤوت جوامع الكلم وأيضا هي تفيض بمضمون رسالي كبير جدا خلد في التاريخ وفضح كل أشكال العبث بقيم هذه الأمة وبالرسالة التي ضحى من أجلها كل هذا الركب من الصلحاء ومن المقربين من صحابة الرسول صخر منهم يزيد وهكذا كان دور سيد زينب فيما سميتموه بجهاد التبيين أي تبليغ هذا المضمون وهذه الرسالة لأنها كانت مقصودة المشكلة التي حصل فيما بعد أن هناك من أراد أن يقرأ الحدث بمقاربة مقاصدية مغشوشة وقال بأن خروجه لم يكن فيه مصلحة ولم يكن فيه مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا كما قال الحراني وقد حرم حماره في تفسير الحدث العظيم لأنه اعتبر أن خروج الحسين بخلاف المقاصد إن كان خروج الإمام الحسين بخلاف المقاصد وهو في بيت النبوة والبيت الذي نزل فيه الوحي فلمن نسمع الذين قتلوا الحسين أول شيء هو أنهم فقدوا الثقة أو فقدت الأمة بهم الثقة الذين يقتلون الحسين ويحرفون الحدث ويضعون أخبار مزيفة بعضها يحرف الحدث بعضها يخفف من حدة الحدث كما لو أنه كان حادثة حادثة سين وليست قضية لها مقدماتها وأنها ممتدة بين قطبين قطب أراد أن ينقل هذه الجزيرة من جاهلياتها وقطب آخر أراد أن يستغل هذه القيم الجاهلية لأنه كان يمسك بعصب الاقتصاد والاستغلال والعبودية في هذا المجتمع بن هاشم فيما نقرأ من أحوالهم اختاروا القوة المعنوية اختاروا القيم اختاروا أن يكونوا من أهل الرفادة ومن أهل السقايا واختاروا أيضا أن يكونوا هم الذين تماما تماما مثل قابيل وهابي أحدهم تقبل منه والآخر لم يتقبل منه يتقبل منه دكتور عفوا هل تعتقد أن يعني الوضع الذي قام يعني مع سلطة يزيد لربما معاوية كان يمارس التقية فيما يتعلق بسلوكه لكن يزيد جاء صارخا في فجوره هل هذا ساعد في عملية التبيين الذي قامت به الثورة الحسينية وبالتحديد ما قامت به زينب سلام الله عليها بعد أن كشفت كفره وكشفت زيفه وكشفت ادعائه وادعاء سلطته بالفعل إن يزيد فضح ما كان يخفيه معاوية تدليسا وليس تقية لأن هذه تعابير للأسف أنا أتعمد لربما أستخدم هذا المصطلح لأن هناك من يتهم أهل البيت ويتهم الآخرين بهذا المصطلح لكن التقية هم من يمارسونها وهي ليست تقية في الحقيقة هذا نفاق نفاق لأن نعم مطلب شرعي قويم وهو له حدوث يتعلق بحفظ النفس مش بإضرار الآخرين أحسنت حفظ النفس موارد معروفة لا داعي أننا نفتح عليها هذا الذي يقومون به هو تدليس تدليس على الخلق أما الذي يقوم بالتقية فهو يتقي الخلق للحفاظ على المقاصر أما من يزعم أنهم أهل التقية فلينظروا في موقف الحسين وأصحابه فهؤلاء حينما تزفوا الآزفة فإنهم واضحون ما فيش أوضح من فوق الحسين الذين يريد أن يكذبوا على التاريخ ويحرفوه وينزلقوا به إلى التحريفية هؤلاء هم الذين يدلسون أما الذي يصدح بالحق صحيح أنه في مشاكل أحيانا تتعلق لأن هذا تاريخ ممتد لأربعة عشر قرن طبيعي أن تكون هناك هنة هنا أو هنات هناك طبيعي جدا هذا في عالم الخلق والبشر ولكن روح القضية جوهر القضية هو من الوضوح والمنطق بحيث لا أحد يستطيع أن يقول لا فلذلك هنا تمتحن أنا أعتقد أن امتحان المشاعر امتحان الموقف الأخلاقي والنفسي والمنطقي والمعرفي هو في كربلا كربلا حدث منعطف مهم جدا ممكن أننا كما تفضلت في البداية تتحدث عن مشكلة الأخلاقي سمع الشيط قضية الأخلاق وعلاقتها بالتحريف بالفعل مشكلة الأخلاق علاقة بالمنطق يعني نحن نحوض أيضا إلى أولئك الذين تحدثوا مثل الدكار تغيرهم أنه سؤنية هو المشكلة في المعرفة فحينما تكون هناك سؤنية لن نصل إلى الحقيقة لأن دائما هناك من يضع العراقيل ويضع الشبهات والتشكيك على فكرة التشكيك لأن نصيب منه في تراتنا يعني تصور أنا بين قوسين حتى لا أطيل تصور ابن الندين في الفهرس مثلا حينما يريد أن يتحدث عن العلاف أبو الهديلي هو شيخ معتزلة البصرة ولو فيما بعد حتى أبين لك العقلية اللي كتب بها التاريخ فكان صالح ابن عبد القردوس المعروف لمتهم بالزندقة توفي ابنه وتوجع كثيرا فجاء ابن الهديلي يقول له لا أرى لتوجعك وجها وأنت معروف أن الناس عندك كلهم زرع كأنهم بقل ما بيعطي قيما قال له أنا لا أبكي علي أبكي لأنه لم يقرأ كتاب الشقوق توفي ولم يقرأ كتاب الشقوق قال له وما هذا الكتاب قال له أنا ألفته أن ترى الشيء يعني هو موجود ويمكن أن تتوهم أنه غير موجود أو الشيء لا يكون وتتوهم أنه كائن قال له طب خليك يعني اعتقد أن ابنك قرأه حتى لو لم يقرأه وأنه إلى آخره بمعنى الذي أقول أن الشقوق والشك وهذه الأشياء هي ممارسة مورسة في ذلك الوقت ومورسة حتى بعد الحدث وبالتالي هل يعتقد أن قضية مثل قضية الحسين بصفائها ونظارتها ووضوح هذا هل هذا في مصلحة في مصلحة من يريد من يريد الخروج بهذه الأمة من هذه السكة طبعا من مصلحة في أن نسقط عليم حسين أعود إليك دكتور إدريس أعود إليك في الواقع يعني ما حدث في كربلا هو كان صارخا على كل المستويات لكن لربما قضية التشكي قضية التدليس قضية التزوير حدثت في المرحلة اللاحقة منه على أي حال أعزائي المشاهدين نعتذر لأن سيد عدنان الجنيد لديه مشكلة في الاتصال إلى الآن نذهب بفاصل على أمل أن يلتحق بنا خلال البرنامج فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 مشاهدين الكرام أحييكم مرة أخرى لازلنا في الوجه الآخر يأتيكم من قناة الكوثر الفضائية ضيوفنا الكرام الدكتور محمد علي ميرزاية الدكتور إدريس هاني وسمحت السيدة عدنان الجنيد على أن يلتحق بنا إن شاء الله خلال البرنامج أعود إليك دكتور ميرزا أشرت إشارة مهمة جدا في قضية في البعد الفهمي في قضية جهاد التبيين إلى تعدد المرجعيات هذه الفترة التي يمكن أن نحددها ما بين سنة 11 هجرية يعني برحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى فترة حدثة الطف سنة 60 نهاية سنة 60 بداية سنة 61 هذه الفترة ظهرت فيها مرجعيات كثيرة يعني بالاصطلاح لربما لا أدري أصبح من هب ودب مرجعا للأمة يعني ولربما جاءت هذه المرجعيات وضخمت في مراحل لاحقة يعني مرحل تدوين وما شابه ذلك لكن يعني أكيد حصل شيء لتتحول بعض الشخصيات إلى مرجعيات في مواجهة مرجعية أهل البيت عليهم السلام هذا في غاية الأهمية في الحقيقة وتأييدا وإكمالا لما قاله الدكتور المفكر الأستاذ إدريس أقول بكم نقطة لعلها تكون مساعدة لفهم سؤالكم أولا والرد عليه في الواقع أن هناك مسألة مهمة ترتبط بمسألة التبيين وهي مسألة الفتنة الفتنة هذا العصر الذي أشرتم إليه هو يمكن أن نصفه بعصر الفتن الفتن كانت كبيرة وواسعة والفتن عندما تأتي أستاذ علاء تحول الخواص والنخب أحيانا إلى الضحايا والمخدوعين وناهيك عن الرأي العام إذا كان لذلك أقول الذي أراد تزييف الحقيقة لم يعتلي يعترش المنبر العادي زيف الرواية وزيف الراوي وزيف التفسير والمنطق والمنهج الشبكة الشبكة من الأدوات لصناعة القول الزائف ولتحريف الحقيقة أنت سألتني كيف كان الأمر واضحاً حقيقة نحن لما نتحدث عن التبيين نتحدث عن الالتباسات المرعبة التي وقعت فيما بعد لا يعني أن الالتباسات لم تكن موجودة وقتها لكن للذي كان يشهد الواقع من كثب كانت في الأهواء يعني معاوية لم يكن يعرف من هو علي أو يزيد ما كان يعلم من هو الحسين لكن الحقيقة الأهواء والفساد الخلقي والانهيارات الأخلاقية والقيمية هي التي كانت لكن الناس العاديون أنا أذكر لك الأمر الفطري معنا أستاذ إدريس هاني هذا الفيلسوف الأمر الفطري من أهم الواضحات البديهيات الأنطولوجية وليست المعرفية يعني الإنسان وجوداً يدرك أن هذا حقيقة لكن ما الذي يجري أن الإنسان حتى ينكر الفطريات أحياناً الأمر الفطري الواضح من الناس العاديين المسألة الأولى إذن زيفوا الرواية والراوي يعني أقصد صنعوا اصطنعوا الرواة الغير الحقيقيين وضخموا يعني شوفوا أستاذ أهلا أنت يعني إعلامي وكبير اليوم في العالم ماذا يعمل الإعلام؟ هو مهمة الإعلام هي هذه يعني تكرار أمر شديد البداهة في البطلان حتى يتحول إلى شديد الوضوح في الحق ولذلك أريد أن أقول قصف العقول بل صبت هذا قصف وهذا تحريف الحقيقة حيث يصدق الناس الآن يتحدثون إسرائيل صديقة وإيران عدوة أنت تفتكر الناس العاديون في كل العالم الإسلامي والعربي لا أحد يصدق هذا عندما يأتي شيخ كبير شيب لحي طويلة على المنبر في هذه القنوات ويبرر التطبيع مع إسرائيل ويقول أن اللحظات هي لحظات مواجهة المخاومة وإيران من خلال التطبيع مع إسرائيل يعني التحالف مع صهاينا لأجل الضرب دولة إسلامية هذا ليس لبرالي أمريكي قاله فقط قاله شيخ معمم ومعروف وإمام جمعة ما بعرف شو وأنا تابعته شخصياً هذا يدل على أمرين الأمر الأول أن العالم اليوم كما تعلم أستاذ علاء العالم عالم القراءات وعالم التبيينات وعالم الروايات ولكن اليوم يتحدثون عن تعددية القراءة والتبيين أنت تحدث عن تعددية المرجعيات في العصر الأول لكن تجددت هذه اللعبة ولم يتغير جوهرها اليوم يتحدثون عن القراءة ولعلك تستطيع أن تصف العصر الحاضر بعصر تعدد القراءات هم يجعلون القراءة في أقصى البطلان إلى جانب القراءة في جوهر الحق ويقولون هذه قراءة وهذه قراءة حتى لا يعني يساوون بين الحق والباطل تحت عنوان تعدد التبيه تعدد القراءات لذلك الإمام الخامنئي يؤكد أمرا مهمة وعجبني جدا هو يقول أن الذي أسقط بني أمية كان دور زينب صلى الله عليه أنا كنت أسمع من مثلا أنتون بارا مثلا هذا صديقنا وهو مسيحي يقول الجريرة التي أسقطت بني أمية فيتحدث عن كربلا لكن في الحقيقة الكربلاء كربلاء آن كربلاء العسكري وكربلاء التبيين الثاني بطلته زينب صلى الله عليه ودور زينب ورسالتها في تلك خاصة الخطبتين في الشام وفي المدينة وفي الكوفة وفي الشام هاتان الخطبتان كانت بمثابة تفجير التبيين للحقيقة إلى اليوم لذلك نحن من خلال العودة إلى هذه الخطب نستطيع تبيين الحقيقة وأختم فقط بجملة اليوم أدرك أعتى وأقوى قوى العالم أمريكا وإسرائيل أدركوا أنهم في أضعف وضعية انغلبت رواية عدوهم حتى إن كان هذا العدو بحجم حركة الجهاد الإسلامي لذلك إسرائيل لما تتوقف وخوف توقفها ليس عن هزيمة عسكرية وإنما عن هزيمة للتبيين الرواية للحق عندما تغلب كل الأدوات العسكرية تتوقف توقف آلية الزيف بالزبط لذلك الأغلب والأكثر سطوا على العالم هو الأملك بأدوات صناعة الرواية اسمح لأنتقل إلى دكتور إدريس هاني دكتور إدريس في قضية الموقف وجهاد التبيين والتزييف وكل هذه العملية بجانبيها الإيجابي والسلبي لربما شخصيا أنا أعتقد أن البعد الأخلاقي في كل هذا له الكلمة الأولى يعني المعرفة لا تحتاج إلى الكثير من العلم وناس بسطة أنا قلت لسماحت الشيخ ميرزائي يعني ناس بسطة يمكنهم أن يصلوا إلى الحقيقة لكن حتى التزييف لا يصل إلى مبتغاه ما دام يعني هناك التزام أخلاقي لذلك تضرب الأخلاق قبل أن يبدأ التزييف أنا أريد أن يعني تؤكد لي في جانب التبيين على قضية الأخلاقية القضية الأخلاقية قضية مهمة وهي قضيتنا اليوم أيضا دكتور نعم 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 بلا شك قضينا علم النفس والمنطق بمعنى أنه الاختلالات النفسية وأيضا الأخلاقية لها تأثير ومدخلية في الأحكام وهذه ليست غريبة يعني حتى من الناحية المعرفية لما نرجع إلى دبيدهيوم أنه كل كل معرفة تصحبها حالة شعورية حالة شعورية وبنزيد نؤكد على أنه ربوز العقلانية وكذا أنه المشكلة هي في في سوء النية سوء النية له مدخلية في تكويل المعرفة وأنه مهما كان الزيف مهما كان الزيف عبارة جيدة ذكرتموها أنه نهاية آلية الزيف بمعنى أنه للزيف أيضا قدرة محدودة لا يستطيع أن يحقق كل أغراضه لذلك أنا أستعمل عبارة عبارة دقيقة جدا وهي الزمن أنا في كل صناعة سواء بضاعة كما نجد أن الاقتصاديون تحدثوا عن أن صناعة الخدمة أو الشيء يتطلب زمنا معين هو الذي يحدد القيمة قيمة المضافة أيضا هنا كان مشكل أنتم تعلمون أنه كان مشكل بين الكلاسيكيين وجاماركس وقال لا أنا سأحدد هذه الفترة الزمنية أقول الزمن الضروري اجتماعيا هذا هو اختلف معه اجتماعيا مش بالكرونولوجيا أنا سأقول لك بأن هناك الزمن الضروري الاسليمولوجيا لتشكل المعرفة هنا نعود إلى لعبة الزيف بوسائل الإعلام القديمة والتي تطورت اليوم كثيرا وأنت تشوف على وسائل الإعلام بيقع خلاف وتقبر الحقيقة ويقول خلاص هذه لازم نفرض لها برنامج خاص ويقمع الإنسان خلاص لأن بعض الأشياء لا يمكن السيطرة عليها في وقت زمني غير ضروري وغير موضوعي فهذا الذي حدث لم يعطو فرصة لأن تصل الحقيقة إلى نهايتها ثم عصر الفتنة قالوا بأننا يجب أن نطمس هذه الحقيقة لأن إذا تحدثنا فيها سوف نقع في فتنة ألا في الفتنة وقع ما فيش فتنة أكثر من إخفاء الحقيقة حتى ولو على حساب دم الأطهار الأشراف من ولد النبي في شيء أكثر من هيك ما هو الأفق الذي تريدون أن تصل إليه على حساب هذا البيت نريد أن نكبهم في البحر ونبقى مع لكع بن لكع يا عمي هذه الأمة لن تقوم إلا بهذا البيت الذي أسس على تقوى من الله دعني أقول لك شيئا بالميدان بالميدان أن هذا الإخفاء وأنها لا تصل القضية وأن الإنسان يتعامل بالفطرة نحن تعاملنا معنا بالفطرة وهذا شيء نعتبره نعمة من الله أنه لم يكن هناك تشويش لأنه حدث هذا قبل وفي وضعية خاصة أعطيك مثال مثال أنا جربت تجربة شخصية يعني في وقت من الأوقات كان في في السبعينات يعني 74 أو شيء كان أحد الفضلاء فكر أنه سوف يبعث يقوم بهذا العمل التبليغي كان يبعث كتب ومن إنفاقه الخاص كتبا وكذا تتحدث عن أهل البيت وكذا للعالم ويبعث جاء أحدهم قال له يا عمي أنت بتضيع وقتك وأموالك يعني هيك تبعث بالعشرات وبالمئات وبالكذا قال له وهذا عرفته بعد كذا وثلاثين عاما عرفته أنه قال هذا الكلام قال أنا لا 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 أريد العالم أنه ولكن لو في كل هذا الجهد إذا واحد من هناك لأنه كان يبعث للشرق والغرب إذا واحد من المغرب مثلا من هناك من المغرب يعني عرف الحقيقة هذا بيك فيني وشوف هذه النية الحسنة لما تحدث وأنا ماشي مرة وإذا بي رفيق أنا في البيت وعند نفاية يعني حاوية نفايات وفيها كتاب مباطر قلت له لماذا هذا الكتاب وتعرف في ذلك الوقت الكتاب مهم جدا قال لي لا هذه أمور تأتي ونحن لا نريد لأن كانوا يبعثون كتاب بدون تدقيق فقال لي قلت له هل ممكن أرى فنظرت فيه فكان حول الإمام علي وكان يعني بالحقيقة كتابا مهما قلت له هل ممكن أن تعطيني قل لي يا عمي هيك أرفع عني هذا الحمل أنا أريدك كمان أخذ هذا فمن بينها كتاب حول مأساة الحسين شوف هذا وجدته مرمي في سلة المهملات نعم هناك مشكلة في الاتصال نعم تفضل تفضل دكتور عز الإمام الحسين والحسن وهذا شيء عندنا في ضميرنا ولكن لا أعرف أن حربنا لا أعرف الآن ربما في بعض الأماكن فيه الأطفال يعرفون المأساة وهذا هو أهمية الذكرى لماذا تريد إنساءها أنا كنت ضحية مثلا أنني لا أعرف ولكن حينما عرفت في الصباح أصبحت شيئا آخر وقضية الحسين هذه الحرارة لم تبرد أبدا إلى اليوم لا يمكن من ذلك الوقت في كتاب وجد في سلة مهملات هذا يعني أن قضية التبيين تصل وأنها ممكن ولو كما يقال لا يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك ممن طلعت عليه الشمس وغروة بالفعل اسمح لي حول هذه القضية أنتقل إلى الاستوديو وأعود إليك دكتور إدريس فضيلة شيخ ميرزائي أنا حقيقة لدي الموقف الأخلاقي عامل مهم لأننا لو جئنا إلى قضية جهاد التبيين سنجد فيها قضية الصدق قضية قول الحقيقة قضية الشجاعة هذه قضايا أساسية في عملية التبيين وهذه قضايا أخلاقية ليست قضايا معرفية اليوم أيضا مشكلة صحيح التزوير التدليس صناعة الحقائق جارية جارية على قدم وساق لكن ما يجعلها هذه التزييفات تصل إلى النتائج هو سوء الموقف الأخلاقي يعني الجانب الأخلاقي برأيي مهم جدا في جهاد في جهاد التبيين الفداء والتضحية لن يفتح فمه لقول الحقيقة لأنه أستاذ في الجامعة فهو يخاف إن قال الحقيقة أن يتم تنزيل مرتبته الجامعية وهو يعيش أو أساسا إخراجه من في بعض البلاد نعم وأبناؤه وعشيرته وأصدقاؤه وصاحبته زوجته أو صاحبته في النهاية في هذا الدنيا أستاذ علاء ليس قول الحقي بالأمر الهي السهل وعلى فكرة في القرآن الكريم أيضا وتأييد لما تفضلتم أيضا الآية القرآنية التي تقول أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا هذا يربط مسألة القول السديد بالتقو بالتقو لو لم يكن الإنسان ممكن يا أيها الذين آمنوا هذا يعني أن الذين آمنوا ليس بالضرورة يمتلكون التقو التي تسمح لهم بقول القول السديد من النحية الثانية الذي هو يعلم الحقيقة ويريد أن يقولها لابد أن يدفع ثمانا وهنا المسألة الأساسية وهنا أهمية أبطال قول الحقيقة كهذا الأستاذ الجليل المهم أدرسهاني هؤلاء في الحقيقة كلما أسمعهم أنا أخجر من حالي لماذا؟ لأنه أنا أعيش بين أهلي وكلهم محبوا الحقيقة والحقيقة واضحة لكن هو يدفع ثمن هو يدفع ثمن أنا لا أدفع عن الشيخ محمد علي مرزائي لا أدفع ثمنا عندما آتي وأجلس مع الأستاذ على وأقول الحقيقة لماذا؟ لأنني محمي لكن الذي يعيش في عالم الضلالة والانحراف والضعف والتهديد والحرفش كما يقوله أحيانا هذا العالم يجعله أن يدفع ثمنا لذلك هؤلاء عند الله هم مقربون أكثر تأييد لهذه المسألة أن السيدة زينب صلى الله عليه لما قالت الحقيقة في تلك المواقف الحساسة تعرف يا زيد أستاذ عليك كان هو الجبروت الأول في العالم هو كان مثل أمريكا اليوم وهذه المرأة وأكثر الغارقة في كل هذه البلايا في الحقيقة لما تقول وما رأيت إلا جميلة هذا يدل على أنها كانت من الناحية النفسية والخلقية في الأوج وفي الذروة لذلك كلما كنت متقيا أكثر ومستعدا للفداء أكثر ومتخلقا أكثر باعتقادي كلما تستكون أهلا لقول الحقيقة هذا هو المنطق يعني عندما تكون مخافة الله هي المبدأ في أوجها في ذروتها لا يكون هناك خوف من غير الله من لومة لائمة من غير الله لا يكون هناك أي خوف حتى لو كان يزيد حتى لو كانت أمريكا حتى لو كان معاوية حتى حتى يعني لذلك مولانا الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر دائما يدفعنا الثمن ولكن نحن لأجل خوف من دفع الثمن نترك الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر وهذه الأمة اليوم تعيش هذا الوضع المأساوي الخطير بفعل ترك تبين الحقيقة لأن قول الحق يعني يتطلب دفع الثمن والفداء وهؤلاء العلماء وهؤلاء المثقفون وأنا لو رجعنا إلى الوراء إذن موقف أخلاقي أعذرني أقول بكل وضوح هذا الموقف الأخلاقي هذا المأزق الأخلاقي للمسلمين منذ قرون إلى اليوم هو أكبر مأزق وقع فيه المسلمون وعلى فكرة الذين وقعوا في المأزق الأخلاقي هم رواة محدثون فقهاء علماء لا تعتبر أن هؤلاء فقط مثل يعني مساكين ناس عاديون لا فحول كبار لماذا لأن منافع الكبار أكبر لماذا مولانا لأن الذي يكتم عن حقيقة علي عليه السلام سوف يدفع له أثمان كبيرة من السلطان هو يصبح وزير اليوم اليوم رأيتم في لبنان أن أحد الوزراء عندهم قال جملة قال أن الحرب اليمنية عبثية ما قاله أكثر دفع شوف كيف صار العالم تمرد كل العالم الإسلامي بين الهلالين طبعا زيفا كله تمرد على هذا الرجل وأجبره على الاستقالة أصبحت قضية أمة أصبحت قضية أمة ما أنها مسألة بديهية يعني على ذكر اليمن عاد إلينا سماحة سيد عدن الجنيد باحث ومفكر إسلامي من اليمن أرحب بك سماحة السيد أهلا ومرحبا بك حالة لكم الله أهلا وسهلا يعطيك العافية أنا أريد أن أبدأ معك من هذه النقطة عملية تزييف الحقيقة يعني في الفترة التي سبقت واقعة كربلاء كيف تمت برأيك يعني مش معقول يعني بتعبير بسيط ليس معقولا خلال خمسين سنة نصف قارن يعني يكون خليفة رسول الله شخص مثل يزيد يلعب بالقرود وسكير مدمن على الخمر و يلهج بالكفر يعني علانية في قصيدته بمجلسه ليت أشياخي ببدر شهده هذه القضية المعروفة والتي حكى عنها كثير من علماء المسلمين نعم فضل ممكن تعدل السؤال باختصار أنا السؤال أقول ما الذي حدث ما الذي حدث في هذه الأمة خلال خمسين سنة لكي يصبح خليفة المسلمين يعني خليفة رسول الله سيد البشر سيد الأنبياء والأوصياء شخص مثل يزيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين وعلى آله الطاهرين وغللهما عن أصحابه المنتقبين ومن سار على نهجي يوم الدين قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع سمعتم من الأخ الشيخ مرزائي كلمة هذه التي سمعتها من البرنامج يعني بصف كان البرنامج يحتاج لمعالجة عندما قال لم أرى إلا جميلة طبعا هذه الكلمة أحب أن نغلق عن هذه الكلمة ولو أعطتوني وقت هذه الكلمة لم أرى إلا جميلة طبعا حذفها كثير من الرواة وخاصة الذين كانوا قريب عهد من الدولة الأمورية والدولة الأباسية لأنها تحمل في طياتها أشياء عظيمة جدا هذه الكلمة لم أرى إلا جميلة أختزلت المأساة الكربلائية حقيقة هذه كلمة تدل على المعرفة الكلية والكبرى لسيدة زينب سلام الله عليها حيث أنها رأت هذه المصائب ورأت تلك المأساة من حيث أنها من البلاية لكن ترى أن في باطنها التحف والهدايا وكأنها استشرفت للمستقبل البعيد ماذا سيكون من ثمرة ثورة الحسين ومن هذه المأساة الكبرى ومن الثمار ومن النتائج ومن الأظمة فهي نظرة بالنظر الغيبي المستقبلي وهذا هو عين المعرفة العظمى عين المعرفة الكليا بله سبحانه وتعالى أما بالنسبة على سؤالك أخي العزيز طبعا الأمة تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال أفإن مات أو قتل أن قلبتم على عقابكم العجيب والغريب أنهم كانوا قريب أحد النبوة يعني هنا هنا العجب هنا طبعا هذه المأساة وما تولى وما حكم يزيد وما يعني 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 جالس على عرش الملط إلا بسبب خلفيات هناك كثيرة جدا الأمة 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 قبل ذلك كان مرت بمراحل كثيرة جدا وهنا كان مؤامرة كبيرة من قبل بنؤمية للإسلام وعلى المسلمين ابتدأت من بداية تولية يزيد ابن أبي صفيان ثم من بعد ذلك عندما ولوا معاوي أيام الخلطة عندما ولوا معاوي ثم وهكذا حتى قاء عثمان وقاء إليه عثمان بن عطان عفواً وقاء إليه أبو صفيان وقال له تلقفوها يا ابن أمية تلقف الكرة فهناك أشياء كثير خلفية ودليل على أن الأمة ابتعدت عن المنهج المحمدي تركت أهل البيت ولهذا نجد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من موقف وفي أكثر من محفل وفي أكثر من مشهد دائماً أبداً كان يوصيهم بأهل البيت كان يحطهم على التمسك بأهل البيت كان يعني يبين لهم عظمة وطضل أهل البيت صلى الله عليه وسلم كل هذا لأنه يعلم أنه سيحدث إنحراف ولهذا كان في كثير من المواقف وفي كثير من المشاهد يحطهم على اتباع البيت على التمسك بهم على يبين لهم طضائلهم ولكن الأمة ابتعدت عن كتاب الله والاتهت بالدنيا وحتى نجد الباقي الباقي من الصعبة البعض الكثير منهم وقفوا محايدين هل تسمعوني؟ نعم نعم تفضل سمحت السيد يعني شفت سكوت قلتوا ربما نحن نحن كلنا آذان صاغية إليك حلاكم الله سيدي حلاكم الله نجد أن الأمة ابتعدت ابتعدت عن كتاب الله عن منهج أهل البيت وأيضا معاوة ابن أبي سفيان في أيام ما طلع على سدة الحكم وعندما اقتصب الحكم الخلافة قام بأشياء كثيرة أرهب الناس يعني أستعمل يعني كما في تلك المقولة أو في ذلك الحديث عندما أنه استخدم عباد الله خول ومال الله دول ودين الله دغل وهكذا طرق الأمة شتتهم أبعدهم ولم تأتي سماحة السيد الجنيد سماحة السيد الجنيد لو سمحت لي يعني عندما يتحدث البعض ويقول أن هناك مشكلة أخلاقية حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيل النبي الكريم لربما يأتي شخص آخر ويشكل ويقول أنتم تتحدثون عن الصحابة وعن الجيل الذي نقل لنا الإسلام أكيد هذا الجيل هو الذي نقل الإسلام وقام بدور كبير وغير ذلك لكن دعنا عن أهل البيت الآن لو جئنا ويعني لنحلل هذه القضية كيف ينتهي كيف ينتهي مقام قيادة الأمة الذي كان في يوم من الأيام بيات شخص مثل رسول الله بمختصات رسول الله الروحية والعلمية والسياسية والأخلاقية إلى شخصية مثل يزيد أو مثل الوليد أو مثل يعني هؤلاء الذين يمكن أن نسميهم شلة بني أمية كيف ينتهي الوضع إلى هذا الحال يعني أليس هناك حالة أخلاقية متردية في هذه الأمة هي التي أوصلتهم إلى إلى هذا الحال هذا بلا شك يا سيدي بلا شك أن هناك حالة أخلاقية أودت بهم إلى ما وصلوا إليه وأيضا عدم يعني تمسكهم بما أوصاهم به النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا لعبت بهم وإن كان هناك البعض القلة القليلة ممن تمسكوا بهم لكن الحالة الأخلاقية كما قلتم هي التي أوصلت بهم إلى هذه الحالة أوصلت بالأمة إلى أن قعلتها في دير القافلة إلى أن قعلتها يعني أصيبت بموت الضمير أصيبت بموت الضمير حتى قبلت بأن يحكمها معاوية بن أبي سفيان ولهذا سيدنا الإمام الحشين لما رأى الإسلام كاد أن ينتهي كان وجوبا عليه أن يقوم بهذه التورة ولاحظ عندما قال فإذا منيت الأمة براعي كيزيد فعلى الأمة سلام يعني أنتهى كل شيء إذا منيت الأمة براعي كيزيد ابن معاوية وأيضا حتى الغريب ونجد أن كثير يعني بعض الصحابة ممن سكت وبعضهم حاول أن يرضى بيزيد ونحن عندما نتكلم عن الصحابة لا نقصد أن نسئليهم وهم ليسوا معصومين المعصوم العصمة المطلقة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعتقد بها العصمة المطلقة أما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخطؤون ويقعون ربما في الزلل ويقعون في الأخطاء ولهذا الله عز وجل يعني عندما نزلت الآية كثيرة هي عليهم عندما نزلت الآية هي عليهم أيضا والآية واضحة عندما قال فإن مات أو قلتنا أنقلبتم على عقابكم. ولا يعني أنقلبوا في ذلك الوقت. يعني أنقلبوا في ذلك الوقت وما بعده. وهكذا إلى قيم الساعة. أنقلبتم على عقابكم. لابد أن نفهم الآيات القرآنية على العموم وعلى السعة وعلى الإطلاق. لا نقيدها في زمن معين. بل ما زال إنقلب إلى يومنا هذا. سمحت السيد. أعود إليك في سياق البرنامج. إن شاء الله لا ينقطع الاتصال معكم. أعزائي المشاهدين أتوقف عند فاصل. نواصل بعده حديثنا حول الثورة الحسينية وجهاد التبيين الزينبي. فاصل ونعود. مشاهدين الكرام. أحييكم مرة أخرى. أنتقل إلى المغرب. إلى دكتور إدريس هاني. دكتور إدريس يعني هناك عملية تزيف. وهناك عنف. وهناك قراءة مغلوطة للواقع. وهناك مشكلة أخلاقية. طيب. جهاد التبيين الزينبي على أي أسس اعتمد في مواجهة كل هذه الحالة التي كانت تعيشها الأمة والتي كانت تنفخ فيها مؤسسات السلطة. حوصر الإمام الحسين. وهو كتبة شرع. هو كان يريد لو ترك له شيء من الديمقراطية إن صح التعبير. أنه ممكن عندك ممر تحفظ به حريتك وكرامتك. من دون أن. لا هو يقول لقد ركز بين السلة والذلة. وهيهات من الذلة. هنا أنت حشرت أبي الأحرار. فماذا تنتظر؟ إمام الحسين قدم كل هذا العناء. دمه قدمه من أجل الحقيقة. تأتي أنت وتقول لا. لازم نسكت. لازم نخبّي هذه الحقيقة. ما هو سوى هذه القضية حتى لا تكون شاهد الزور على عظمة صاحب أبي قيس. صاحب أبي قيس هو يزيد. يزيد الذي كان لا يخشى. يعني استهتر بالأممي. يقول استخفى بقومه. أنه حتى يتمثل قصيدة ابن الزبعرى الشهيرة اللي ورده في السيار. وطبعا على فكرة هو أضاف إليها أشياء. هو بنى عليها. وأضاف أشياء إليها. ليت أشياء ببضر. شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. يبين أنه عنده سياسة الانتقام. يعني أنه قال لقد قتلنا القرم من ساداتهم. لقد قتلنا القرم من ساداتهم. وعادلناه ببضر. فاعتدل. انظر هذا. الزبعرى قاله في أحده. هذا يقوله الآن. وفي الأخير يقول لست من خندفة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان قاعد. في بعض الرواية. لست من ابن هندة إن لم أنتقم من أخيره. مقابل هذا الكلام كان هناك شعراء كثر تكفين. وهذا ضخف يعاني لأرسل. ونهايته أدهى دكتور إدريس. لعبت هاشم بالملك فلا. نعم نعم نعم. يعني تعرف نهاية يزيد. شوهو عضته هذه القردة. هذا القردة عضه فهو شهيد. يعني القردة يعني. بالنتيجة هذا وقع. فالإبطة أقول أنه بالفعل كنت تفضل سماحة السيد في قضية أنه يعني لانقلبتم على أعقابكم. هذا كما هو مبحث في الأصول في قضية المشتق والتلبس بالمبدأ. بالحال أو في الاستقبال مجازا. فهذه كلها تدخل في ممكن الوصول إليها. ومعرفة لماذا كانت هذه الآيات تتحدث بلسان المستقبل ساعة وبلسان الحال ساعات أخرى. لكن قضية بالفعل هذه الجمل المكثفة التي كانت تستعمل ويجب التقاطها لم أرى إلا جميلا. يعني في كل هذا كان هناك قدر آخر يرسم للإمام الحسين. فالإمام الحسين كان يريد المقصد العظيم. هذا المقصد العظيم شوف اليوم صار يقولوا هذا ليس فيه مصلحة. لماذا أنا قلت أنه إذا أنت أريد الآن أن أؤسس مقاصدي على الحراني. أنا أقول هو سقط في الامتحان. لم يعرف حتى يقرأ إن كان الإمام الحسين بهذه الفطرة. مت قل أنت بالفطرة؟ مت قل أنه من مقاصد شريعة الفطرة؟ بالفطرة تدرك أن الإمام الحسين مظلوم. وتدرك أن أنه أصبح أمام خسطتين. قصدات الأموية التحريفية التي قامت بانقلاب على الأمة وعلى الإسلام. وبين الحسين الذي رسم مصارا آخر. مصارا يعني فيه إعادة إنتاج للإسلام المحمدي. فبعضهم أصبح يقول وبوقاحة وطبعا هذه من البقايا الأموية مثل ما فعل ابن العربي أنه أنا شخصيا لا أتقي في الحسين في هذه جربة لا أتقي حدا. هذا ابن العربي من أسوأ ما قال أن الإمام الحسين قتل بشرع جده. الحسين الذي يقول عنه محمد صلى الله وعليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين. يعني رسم خلاص لا يوجد التفرق الذي يفرق بين محمد وآله بين الحسن والحسين بين محمد والحسين هذا مصيبة. لذلك نجد أن قضية العاطفة مهمة جدا في الخطاب الزينبين. أنه القضية الحدث أن هذه جريمة. بعدين نرطب عليها أشياء كثيرة. المهم حتى تعرف إلى أين وصلت جرأة بني أمية لكي يغل في دم الأطهار ودم الأشراف. هذه مسألة لا يمكن أصلا إلا أن ذلك المأساة مسألة أساسية. انظر دعب الخزاعي الشاعر العربي الكبير والمشعور. هو نفسه يضعنا أمام مشهد أمام ذلك المشهد الذي عبر عنه في تائيته تفاطم لو خلت الحسين مجدلة. نعم. الستوديو إلى دكتور ميرزائي. دكتور ميرزائي لنكن صريحين في الحديث. كل هذا الجهاد التبيني الزينبي وكل هذه المجالس العاشرائية والحسينية إلى يومنا هذا من سنة واحد وستين إلى الف واربعمائة واربعة واربعين. لا يزال القوم يحتفلون في يعني يوم عاشراء ويتزوجون فيه ويبتهجون ويدعون لموسى بن نصر على فرعون. أين هو جهاد التبين؟ لماذا خطابنا يعني لم يستطع أن يستقطب لماذا جهاد التبين الذي نقوم به لم يستطع أن يستقطب الأمة؟ في الحقيقة أنا أشكرك على طرح هذا السؤال بالتحديد لأنني كنت أريد أن أقول أشياء أظنها مهمة لكن لا أجد فرصة هذا السؤال مهم أحب أن أحول الموضوع إلى مسألة المرجعية في التبين لأننا نتوهم أحيانا أن التبين هو النشاط الإعلامي لذلك لذلك لو سألت المسلمين أو الشيعة أو غير الشيعة أو العلماء يقولون ماذا تقصدون من كل هذه الضجة تبين جهاد وكذا ومفاهيم جديدة نحن أصلا كنا عشنا في التبين وترعرانا في التبين ولا نزال مبينين لذلك هم أصلا يستغربون هذا التأكيد في الحقيقة هذا التبين مختلف لماذا؟ لأننا لا ندرك حرب الروايات لم نقابل هذه الروايات لم نقوم بمقاربات عميقة لهذه الروايات أنا أذكر لك فقط جانبين أن الموضوع يعني يستحق البسط والتوسيع القرآن الكريم كتاب مبين بنص القرآن ووصف بالبيان أيضا وكلمات كثيرة بالنور بالبصائر وإلى آخرة كلها تدل على أن هذا الكتاب ليس مغلقا وليس مبهما وإلى آخرة لكن في آيتين بكل وضوح نجد أن الله يحيل التبين إلى النبي أي يحدد الله المرجعية أحسنتم للتبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم في آية ولي تبين لهم ما اختلف فيه في آية ثانية تبين النبي ضرورة يعني تبين تنزيل وتبين تأويل تبين البيان وعلى فكرة مسألة التنزيل والتأويل مهمة لأن نبي يقوم بتبين تنزيلي وعلي يقوم بتبين التأويل وهذا مهم صحيح لكن البرنامج لا يسمح لننخرج في هذا الأمر الذي حصل أستاذ علاء أن الأمة إلى حد كبير حادت عن المرجعية الأساسية التي حدد الله لتبين الكتاب ولتبين الإسلام هذا يعني هذا الحياة عن الأمة هذا حياة فكري أم حياة أخلاقي أولا حياة أخلاقي وثم لما فقد الإنسان الأخلاقية مع فقد كل صفة من الأخلاق يفقد الإنسان قدرة على جزء من بيان الحقيقة أو يحتاج إلى انحرافه الأخلاقي وانحرافه الخلقي إلى موقف تبييني طبعا هذا يدعم يدعم موقفه في علاقة جدلية يعني لماذا لأن الذي فقد الأخلاق يغطي فقدان الأخلاق بتبين زائف بالتعددية بتبين زائف يعني هو يقتل الحسين ويخدع نفسه وكأنه يحيل أو يرجع إلى مرجعية زائفة لذلك في الحقيقة هناك علاقة جدل بين هذه لا أخلاقية ومسألة التبين لكن أحبا أكمل الفكرة أن مرجعية التبين مهم اليوم يا أخي الكريم أنت تظن أنت الآن تقوم بالتبين من أين تعرف ذلك لابد من وجود إمامة التبين لذلك ضربت الإمامة ما لم يضرب أي ركن آخر في الإسلام لماذا؟ لأن الإمامة كانت إمامة التبين وليست إمامة السلطة فقط يا رجل لأن الكثيرين الآن يحيلون وكأن الإمامة هي خلاصة في مسألة السلطة أنا لا أنكر العلاقة قديما وجديدا بين السلطة بين السلطة وتبين هذا معروف السلطة تصنع تبينها كل سلطة تصنع تبينا لها هذا واضح هذا ليس ما قولت فقط الفلاسفة الجدد لا هذا قديما وحديثا واضح ونحن لا ننكرها لكن الدور والرسالة الكبرى للإمامة إكمال مصار التبين النبوي الذي أحيل إلى النبي في القرآن الكريم بنص الآيتين التي ذكرتهم هذه مسألة الثانية والمسألة الأخرى هي في الحقيقة في هذه الظروف بالتحديد أريد أن أقول نحن نحتاج إلى جعل التبين الإسلامي يتحرر من الأصنام التاريخية منها فقط مع الأسف الوقت لا يوجد منها أذكر نموذجا واحدا خصائص المبين ما هي الآن المسلمون بقاطبيتهم يقولون كلما كان الشخص له من المؤلفات الضخمة أكثر كلما كان أهلا لي وتحدث الأستاذ الدليس عن الحراني وغيرهم وأنا أتحدث عن ابن خلدون مثلا تخيل ابن خلدون مع كل هذه الضخامة والأهمية لما يغلط ويخطئ حركة الحسين على أي أساس على أساس أن الحسين أضر بشوكة الدولة من وين هذا المفهوم هذا مفهوم زائف وأين هي كانت شوكة الدولة ما الذي عمله يزيد خلال ثلاث سنوات وثمانية أشهر من حكمه ومولانا رأيت قبل أيام في الجمهورية الإسلامية لذلك أن تبيين الخاطئ قد ينطلق في بغداد وقد ينطلق من إصلاحين في إيران أو في أي بلد آخر لأن عفواً أطلت عليكم عفواً لأن السيد عدنان الجنيد لم يتحدث كثيراً في هذه فأعتذر له بداية وأعتقد أن حقه بشكل وبآخر يعني صار الآخرين وقته يعني ظلمنا تبيينه ظلمنا تبيينه نعم سيد عدن الجنيد يعني أريد أن أختم معك بهذه المفردة أو هذا السؤال وهو أنه يعني رغم الرؤية البعيدة التي كانت تمتلكها زينب سلام الله عليها في عملية تبيين الثورة وقراءة يعني ما خلف الأسوار ما رأيت ذلك إلا جميلة أو ما رأيته إلا جميلة لكن الواقع الإسلامي اليوم لا يزال يئن من معرفة الحقيقة على أكثر من صعيد أنا أضرب لك مثال بسيط كم من المسلمين اليوم يعني يتعاملون مع الأزمة اليمنية كم من المسلمين اليوم يتعاملون مع قضية فلسطين كم من المسلمين اليوم يتعاملون مع هرولة حكامهم نحو الكيان الصهيوني وعبيد أمريكا وبالرواية من وبرواية من نعم طبعا قبل أن أجيب أحب أن أقول العبارة التي قالها الأستاذ الدكتور أن الابن العربي المالكي قال الإمام الحسين قطرة بشارعة قدية طبعا أنا لم أجد هذه المقولة وإنما مضمون مضمون كلامه هو يدل على هذه الكلمة قطرة بشارعة قدية يعني يدل على مضمون على هذه الكلمة المضمون كلامه وأخباره في تخطيئاته الإمام الحسين صلى الله عليه بالنسبة على السؤال الذي ذكرته طبعا الأمة ما زالت في دير القافلة والحق واضح جدا الحق صبح واضح لا شك فيه ولا مرأة ما من أحد إلا وهو يعلم الحق ولكن التبثت على البعض السبل ظهرت رموز منحرفة ظهرت رموز يعني جيدة لكن هذه هذه رموز المنحرفة التي اشتهرت هي التي القت أو يعني أدت إلى شكوك الكثير من الناس والناس نجدهم في خمول في صبات لم يبحثوا ولم يتأكدوا بمجرد أن يأتي إليهم شخص في التلفاز أو في أي قناة معه الحياء ومعه عمامة ودقلة على طول يصدقه بدون أن يبحث أو أن يتأكد فالمطروب الآن على الناس المطروب الآن من الناس جمعا من كل من أرد أن يعرف الحقيقة كل من أرد أن يعرف الحق عليه أن يبحث عليه أن يتأكد عليه أن ينظر وبصرف النظر عن هذه الأشياء كلها الحسين ابن من زينا ابنت الإمام علي بن أبي طالب من هي خربها من رسول الله خرب الحسين من رسول الله حتى عندما نجدهم الآن يحتفلون بيوم عاشورة يعني ما حاولوا أن ولو يفكروا أو أن يبحثوا ولكنهم مقلدين مقلدين لمن سبقهم هكذا ما زالوا يقدسون تلك الأبنية الفكرية حتى وإن أساءت حتى وإن غلطت حتى وإن أخطأت يعني بعيدين عن العقل وعن الفكر وعن الحقيقة فوجوبا عليهم أن يبحثوا والحق واضح جدا فمثلا نجد في العام هذا في أيام عاشورة كثير من الناس يعني يعني يفرحون ويحاولون أن يجعل من هذا اليوم عيدا رأيت كثير من العلماء يأتون بأقوال وضبار بأنه يجب على الإنسان أن يوسع على أولاده وعلى أبنائه وعلى أهله في أيام عاشورة وأن يبسط الموائد وأن يفرح وهكذا قهلا بمجرد أن قرأ كتاب الأحيال للإمام الغزالي ومعروف أن الإمام الغزالي في الإحياء جمع الغطوة السمين وفي هناك أحد كثيرة موضوعة فهكذا الناس مقلدين لمن سبقهم وكل يعني يسمعون خطباء المساقد يسمعون أي عالم يأتي من أي قناة صدقوا هكذا دون أن يعملوا فكرهم دون أن يعملوا عقولهم دون أن يفكروا أنا أشكرك جزيلة شكر سمحت السيد عدنان جنيد وأعتذر إليك لأن وقتك في هذه الحصة من البرنامج كانت قليلة جدا لأسباب تقنية بالدرجة الأولى إن شاء الله نستمع إلى رأيك وصوتك في حلقات أخرى بشكل أفضل وأكثر شكرا لك على حضورك في هذه الحلقة من البرنامج أشكر الدكتور إدريس ساني الباحث والمفكر السامي كان معنا من المغرب أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي ميرزائي رئيس مركز المصطفى الدراسات الفكرية على حضوره في الستوديو أشكر لطاقم التصوير والإخراج والمعد التنفيذي للبرنامج شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة